اشتركوا في القناة ومعالي السيد محمد علي حمد رئيس مجلس النواب بجمهورية جيبوتي ومعالي المهندس مستدروان عبدو رئيس البرلمان الاتحادي بجمهورية القمر المتحدة ومعالي النائب محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ومعالي الدكتور حسن بن علي المدحاني نائب رئيس البرلمان العربي عضو مجلس الدولة العماني وذلك للسلام على جلالته بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في مؤتمر إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي الذي يعقد تحت شعار البحرين بوابة تطوير التعليم في العالم العربي والذي تستضيفه مملكة البحرين وينظمه البرلمان العربي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في المملكة ومن شاركة عدد من كبار الشخصيات على مستوى رؤساء المجالس والبرلمانات بالدول العربية وممثلين عن المنظمات العربية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتعليم ونقل الجميع في بداية اللقاء إلى جلالة الملك المعظم تحيات وتقدير أخوانه أصحاب الجلالة والفخامة رؤساء دولهم الشقيقة وأصدق تمنياتهم لجلالته بمنفور الصحة والسعادة وللمملكة وشعبها الكريم بدوام التطور والازدهار فيما أبلغهم جلالته بنقل تحياته وتمنياته الخالصة لرؤساء دولهم ولشعوبهم الشقيقة بالمزيد من التقدم والرخاء ورحب صاحب الجلالة بضيوف البلاد وبارك لهم إطلاق وثيقة تطوير المنظومة التعليمية في الوطن العربي بما يواكب المتغيرات والتطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي ويعزز المصالح العربية المشتركة وتمنيا جلالته للجميع كل التوفيق والنجاح وأشاد حفظ الله ورعا بأواصل العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين ببلدانهم الشقيقة وما يشهده التعاون المشترك من تقدم ونمو في المجالات كافة وبخاصة على المستوى البرلماني والتشريعي بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة لخدمة قضايا الأمة وتطوير العملية التعليمية في الدول العربية منوها جلالته في هذا الجانب بما تتميز به المملكة من تاريخ عريق في التعليم وما حققته من إنجازات عبر مسيرتها التعليمية المبتدة لأكثر من مائة عام معربا جلالته عن تقديره للجهود الدؤوبة لوزارة التربية والتعليم وأكافة منتسبيها والخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها للارتقاء بالمسيرة التعليمية في المملكة كما أكد جلالته دعم مملكة البحرين لكافة الجهود التي تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الأمة العربية لتلبية تطلعات شعوبها الشقيقة في مزيد من التنمية والتطور متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد في مساعيهم لتحقيق كل الخير والتقدم لأوطانهم وأمتهم شعر يفخر بك وتفخر باسمك القيفان سلام الله على دولة غلاها وسط هالعينين وغلاها تاج فوق الراس ما هو بس في لعيان فرحنا بشوفكم سيد الملك فرحنا بشوفكم سيد الملك مع شعب هل البحرين عساكم في رخة وراحة وسعادة سيدي وامان لكم وقفات لا تنسى وتقدير والاهتثمين ملكنا يا عساكم بحفظ ربا خالق الرحمن ومن جانبهم عرب رؤساء البرلمانات العربية عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك المعظم بما قدمته مملكة البحرين لإنجاح هذا المؤتمر مثمنين بكل التقدير مبادرات جلالة الملك في كل المجالات ودعمه للبرلمان العربي وشيدين بما تحقق لمملكة البحرين من الإنجازات التنموية والحضارية اشتركوا في القناة